السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي ازايكم عاملين ايه وحشيني جدا والله معلش استلك بس وحشيني جدا والله اه النهاردة انا يعني كده مع الحج والحجة كنا متفرج على برامج الرياضة وكده عشان هم يعني رياضيين وبالذات الحج يعني رياضية شوية فمتتفرج على برامج الرياضة وكده فجي المزيع الشهير جدا المدحة تشاله بيه الرياضي اللي انا اعرفه من انا صغير بتابعه جدا اه فشفته اه يعني انا مفهمش الكورة اوي فكان بيكلم عن احداث مباراة وكده فلاقيته كده لابس ساعة كده خلصت تحت اله يعني ايه تحت البدلة مش باينة اوي فلما قربت شوية بسيط على الساعة انا عرفتها مع انا برضه انا قاعد كالناص انا هنتنج انا قاعد ايه ده بسطاد اي حاجة فلما لاحظت كده لقيته لابس حتة ساعة خرافية واللي هي بتلقط النظر يعني بصي اللي بيتابع الساعات فترة بفترة الساعة دي هتشده على طول وهيعرفها يعني او اللي هو ايه هتشكك فيها شوية بس بعد كده يعرفها على طول المهم بعد ما عدتوا تفرجت عليه فقلت لا انا عايز اعمل وانا والله انا قاعد بتفرج على الفيديو قلت انا عايز اعمل حاجة اسمها سلسلة مشاهير او اه سلسلة للناس المشاهير في مصر او الوطن عربي او اي شي يعني ان احنا نعمل عليهم الساعات اللي هم بيلبسوها احيانا ساعات الناس اللي بتتكلم عن الساعة نفسها لكن ساعات ما بيكلموش فانا عايز انا يعني اعتبر ممكن اخو ده للحتة دي ان انا اعرض الساعات اللي هم لابسينها ان هم ممكن ما بيعرضوش عليه تمام فيلا نروح على الفيديو نتفرج عليه وفيديو حوالي دقيقة او دقيقة او نص بزبط هنتشوف انا سورتها كده كم قطع كده من التلفزيون نفسه اه من التلفزيون نفسه علي استمحوني عشان التقويم اه فان شاء الله شوفوا الفيديو وان شاء الله نرجع مع بعض تاني هحكي لكم شو هنستعدي ماشي يلا بنا اه اه نسيت يا جماعة صاحب تمانين في المية من اللي بتفرجوا عليها في اليوتيوب ما بيشتركوش فتمنى حضرتك قبل ما تروح للفيديو تنزل تحت تشترك في القناة في زرار الاحمر اشتراك او سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو شكرا جدا لكم ويلا بينا ايه نروح على الفيديو اه متحة شلبي بصوا لابس ايه ثواني لابس روليكس ياخت ماستر لاما جولد لاما هاف جولد لاما وايت جولد او ستالس الوايت جولد والستالس ما بيبقوش معروفين اوي يعني ما بيبقوش متشافين غير لما انت بتشوف الختمة بتاع الوايت جولد وكده اما الستالس برضو نفس النظام لاما هاف جولد لاما وايت جولد او ستالس ثواني بس كده نيجي بس متحة ده متحد شلبي معلش احنا كنا بس بنتفرج كده على حاجة كده بس لابس روليكس ياخت ماستر تو روليكس ياخت ماستر تو انا بس حابب بس اللي انا جيبها بس الفكرة ان الصورة مش جايب اوى روليكس روليكس ياخت ماستر تو عبقوريكم صورتها كده بعرضها نايفتها لوحدها إن شاء الله لو عرفتها عرضها لكم ان شاء الله على السورة ايه روليكس ياخت ماستر لانها هاف جولد لانها اس تاليس وبعدما حضر كتمم وروجتوا الفيديو دلوقات نتكلم عن الساعة الريكس الياخت ماستر او اليات ماستر هما بيقولوا اليات ماستر انا يعني عشان بنقولها الياخت ماستر يتعاريا الساعة الياخت ماستر دي دي معامولا من الاخر ساعة كده للناس الناس اللي هما ايه يهاي او اللي هما ايه حاجة اسمها سكيبرز او اللي هو ريجاتا او اللي هو اه اللي هو كار الزورك او الزورك دي لو انت يعني انا حاول احط لكم صورة دلوقتي اللي الزورك ده عمل ازاي اللي هما الحاجات زي اللانشة الضخمة او او الحاجات الفارغة الفارغة الفاخرة قصد الجمد او دي ياخد ماستر دي اتعملت سنة اول لاي نزل منها سنة الف تسعمائة اتنين وتسعين كان نازل في يلو جولد عيار 18 اه يعني ساعة دهب كلها عيار 18 وكانت نازلة الميت سايز الميت سايز ده اللي هو مقاس اربعين الربعين عشان اتنين وتسعين لسه كانت لسه المقاسات ما كانتش كبيرة المقاس المقاس اربعين دي يا جماعة مقاس كلاسيك محترم كانت بتنزل في اليولو جولد اللي هي الدهب الاصفر اه معيار 18 فقعد في في اللاين ده اشتد جامد اوي 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 لحل درجة ان هو بقى بيبيع جامد اوي بعد خمستاشر سنة وبعد عذاب واللي هو انتظار كبير اوي 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 نزل بس بقى دي اللي عايز اتكلم افكريه دي لي كان لبسها اه متحد شرق وكان لبسها كاميرياضي تاني بس انا يعني ما لحقتش ان انا اصور الفيديو ده بس ان شاء الله هعمل السلسلة دي ان انا اجيب بالاسام يعني هعمل مسلا ايه ساعات المشهير واكتب مسلا ايه اسم اسم الراجل الشهير واولها هنتبقى متحد شرق في الساعة او دي الساعة دي انا شفت فيه حاجة غريبة شوية. انا هقول لكم يعني هيئة بزبط. بس دي معمولة لسباء الزوارك او سباء اللانشات اللي احنا بنقول عليها لانش او الزوارك انا هقول لك شكل الزوارك ده عامل ازاي او شكل الزورك ده عامل ازاي. الزوارك دي اللي بتبقى لانش كبير كده بيبقى السباءات فيه وبقى حاجة كده فخمة جامد اوي او اه فارهة او يعني حاجة كده عالي اوي حاجة قوية جدا. الساعة دي نزل منها الياخت ماستر تو نزل بقى الياخت ماستر تو اللي هو ايه وايد جولد في بلاتينيوم اا او بلاتينوم وفيه نزل منها كله وفيه نزل منها ستيل وفيه اللي نزل منها اللي هو اللي هو الجميل او اللونه جميل ده وفيه من نزل منها توتون او اللي هو الهاف جولد اللي هو اا دهب في ستيل. اه والساعة دي نزل منها اللي هو الحجم الماسف. الحجم الماسف ده اللي هو اربعة واربعين ملي. الساعة اللي في ايدي دي يا جماعة دي اسمها سامسونج جيل اس اس ري. دي دي مقاس كتر الساعة. المقاس ده اللي هو كتر ده من هنا لهنا. اللي هو الكتر ده يا جماعة اللي هو سوين نخلو. الكتر ده اللي هو بالعرض كده. كتر الدايرة. من بالعرض او بالطول كده او كده. ما هي دايرة. المقاس ده ستة واربعين. يعني لو قللت منها اتنين ملي بقت كده انت اكلنا كلاب الساعةaient ساعة كبيرة يا جماعة ساعةCall 40يلي دي كبيرة مش صغيرة يعني ساعة 40 ملي ضخمة مش صغيرة اولا الساعة اليbread ماستر ت Cruise chicken دي بالمناسبة انا شفتها مرة واحدة في حياتي وكانت original طبعا كانت steel اه شفتها مستعملة ومسكتها بادي انا مسكتها بادي انا قدم لي الشرف ان انا مسكتها بادي بس صاحبها قال لي ما تصور Ellia ساعة تقيلة احس بكل هذه الشيطة الجرام لường يكون ستحس بكل متضrio خ enjoys ثلاثة التغ contained كيف يotedس كيف تخيل Matthau لما تعرف اتوادي علي الجين اسماري اما روليكس ساعة 1 من عالم هل هذه المحنية لذلك ساعة است Hope انا احكي لك ده يعني احكي لك الموضوع ده كبير قوي بس انا اقول لك تخيل ان ساعة زي ياخت ماستر دي الساعة رقم واحد في العالم ان هي فيها حاجة اسمها اللي انت بتحفز بيتحفز فيها انت يعني احكيها لك اه الساعة او اللي هو من الهنة الهنة اه مقاس خمسين ساعة كبيرة جماعة ساعة كبيرة مش صغيرة بالنسبة لساعات الروليكس انت اي ساعة رولكس تتخيلها اكبر ساعة انت ممكن تشوفها هي الهيه والصاب مارينار دي بتبقى مقاسة او واربعين ميلي يعني دي اكبر حاجة الروليكس ياخت ماستر الاولى بتبقى شبه لصاب مارينار بس يعني دي اه نسلة تانية او شكلة تانية بزبن انت بتعرف الروليكس الياخت الياخت 매ster لو شفت الصاب مارينار تعرفهم اشكالهم كده معرفة الروليكس بقى الياخت两 ايه الغريب اللي فيها في الكرونجراف بتاع بص انا معايا دلوقتي ساعم اه لونجين هايدرو كونكوست لكس كده البيزل اللي فوق او الاطار اللي فوق ده الاطار اللي فوق ده اللي هي الحتة اللي فوق دي كده دي انا بقدر لفها براحتي بص الصوت بربها فيه الصوت ما بيقفش الروليكس بقى ياخت ماستر هو ياريت والله كنت تستعتبع في ايدي والله يعني كانت الروليكس ياخت ماستر دي كانت في ايدي يعني كنت هوريكوا حاجات حلوة اوى ياخت ماستر دي البزل او الاطار اللي انا كنت عمل الفه من شوية ده المرطبط بالماكينة الماكينة بتاعته اسمها腳 تtera كاليبر آآ 41 61 المرطبت اللي فوق دي مرتبطة بالمكينة نفسه بمعنى تلك كان Jesel M4 Uber International هذا البيزل اللي فوق دي مرتبطة بالماكينة نفسها بمعنى انت تبلغت الوقت تتصميم الويير الكتير 5 بحار كبير إيدي التصميم لجانبه لي كيف نظامها?, ان انت تحسب بسباقات الى disad دقائي 10 كبير انت دلغتي تريد هناك تقوم بتعمل 10 دقائية اكذا بسباق حتى انت في سباق نحتاط 10 دقائية تاقب اثناء ثم سبيعوض 10 دقائي بيبتدي اسباق تاني بيقعد عشر دقايه هي كتت مصممة لكده انا في بقى حالناس بقى استخدمتها في استخدمات تاني مثلا هي كتت مصممة ان هي في البحر في سباق الزوارك او اللي هو ياخت ماستر او ياخت ريس اللي هو الياخت ده. المهم انت دلوقتي عايز تثبت ان الساعة كل عشر دقايه تعمل ستوب بوتش. ايه هيحصل? كانت بيثبتوا البيزل دي بتتزبط بزبطة معينة لحد ما تعمل تاكة هنا. وبعد كده تدوس على الزرار اللي تحت في من جوه في الروليكس من جوه هبعيد اكاش عشان تزال الصورة تظهر هنا في من الروليكس من جوه اللي هي دورية او هلال كده واخد اللي هو ده. الهلال ده بيقول لك ايه? ان انت ممكن تزبط الساعة على كام يعني على دقايه بيبقى من جوه من واحد لحد عشر دقايه. بتزبط الساعة على كم دقايه. بعد اما الدقايه دي تخلص بترست الساعة تاني بتدوس على راست. الساعة تيجي تقف عند اخر مرة انت واقف فيها دقايه كان. بكم مثال. الدايرة اللي جوه دي. انت دلوقتي من واحد لحد عشر. انت واقفتها مساء عند رقم سبعة او رقم تماني. تمام? بعد اما التامن دقايه يخلصه. ايه اللي بيحصل? الكورونوجراف او اللي هو العداد اللي انت واقفته عند رقم تماني بيرجع تاني لرقم تماني. مش بيصفر تاني. انا مش عارف اوصفها لكم قوي عشان الساعة مش معايا. بس. الساعة فيها مكينة جدا فيها مكينة اللي هي اه ساعة معقدة على فكرة ساعة مش قليلة. اه انا ما كنتش متخيل ان هي ساعة بالتعقيد ده. انا كنت متخيل ان هي ساعة كورونوجراف عادية. وعشان كده نقول لكم على سر بسيط اوي اوي اوي. الروليكس اللي ياخت ماستر دي. بسهولة جدا تعرف ان هي اوليجنال او مش اوليجنال. من غير ما تفتح المكينة. او من غير ما تفتح المكينة. ليه? لان هي مش ستوب بوتش زي ما احنا متخيلين ان انت تدوس على زرار اللي فوق ده. فالعداد الاحمر ده هيلف لفة كده ستين ثانية. فبعد ما يلف ستين ثانية العداد بتاع الدقايق يجي دقيقة. لا. ده فيها زبطة من جوه. بمعنى من اسهل حاجة تعرف الياخت ماستر اويجنال. من الكوبي ان انت لما تيجي تلف البزل. بصوا. لما تيجي تلف البزل. لو لفت معاك على طول. كده تلف 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 تلف. دي كده كوبي. لكن لو لفت تسعين درجة ووقفت. دي كده اويجنال. فهمت يا قصد ايه? ان الموضوع اسهل ما يمكن. اللي انت تعرف الياخت ماستر تو من الياخت ماستر تو اويجنال من الكوبي. انت تعرف بسهولة جدا الموضوع ده. هل بقى احنا في مصر بنبص الحاجة دي? لا. اغلبية الناس او اللي هم رجال الاعمال او اللي هم الناس اه ما شاء الله ربنا يزيدهم كلهم. اللي هم الناس اللي بتشتري ساعات فارهة وفا يعني وفاخرة جامد اوي. ما بيبصوش للمنظر دي. ما بيبصوش للهيستوري بتاع السعر. هم اغلبية الناس بيبصوها كاستثمار. وانا ما عنديش مشكلة. انا ب برضو نفس النظام. انا برضو ساعات ممكن اشتري ساعة استثمار. بس على الاقل تبقى انت عارف الساعة اللي انت لابسها لو انت بتفرج على فيديو قليلية. تبقى عارف الساعة اللي انت لابسها شكلها عامل ازاي? والهيستوري بتاعها عامل ازاي? الساعة دي معمولة او مصممة للبحر. يعني للبحر. للياخت ماستر. للرجاتة. او او ريجاتة. اه مصممة اه للسباقات اكتر من ان هي تبقى اه ساعة كلاسيك اكتر. بتبقى هي اه كلاسيك يعني شي جدا برضو في اللبس. بس هي هي اسمها من ياخت مصدر هي ساعة سباقات اكتر. الساعة دي تخيلوا بقى ان بعد الليلة دي كلها ومية وسباقات ومع تشي. الساعة دي غطس ميت متر بس. ميت متر. مش متين ولا تلطة مية ولا ربعة ومية. لا دي ميت متر بس. قليلة برضو ميت متر. انا طبعا ممكن خبراء روليكس بقى اجمد مني واحسن مني بمراحل. بس ميت متر قليلة شوية. يعني اصلي لو كانها على القل امتين متر كانت تبقى افضل. الساعة روليكس الس الساعات تاعة روليكس اغلبيتها كلها الظهر بتاعها مقفول. بيبقى مصمط يعني اللي انت ما بتشوفش المكينة من جوا. اه بس احنا هوق دينا عرفنا الساعة الياخت ماستر بتنزل في بتنزل في كزا حاجة بلاتينيوم وبلاتينيوم اه وايت جولد وبتنزل اه في ساعات ياخت ماستر البيزل بتاعها ده بلاتينيوم او بلاتينيوم اللي هو البيزل ده اللي هو بتحرك وبييجي ويروح ده كده. الساعة حلوة جدا يا جماعة. الساعة كويسة. انا شفتها على فكرة في ايه تاني واحد تاني بس واحد ده ان شاء الله ان شاء الله هعملو فيديو كده. ان شاء الله برضو عن كبتشر كده لانا ابقى ايف كده وصور الفيديو ده. فشكرا جدا لكم يا جماعة. وما تنسوش اتمنى بس من حضرتكم. لو عجبك الفيديو تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة. وما تبخلش عليا بالاشتراك. عشان نبقى اصدقاء ان شاء الله انا محب الساعات وحب كل حاجة. احنا مش بنكلم عن الساعات بس. بنكلم عن الساعات. بنكلم عن التخسيز. بنكلم عن المواقف. بن بنزل كان فيديو كده ايه خلصة كده اللي هو ايه حاجات كده مع ايه تكنولوجيا مزهلة ان انت فيديو كده تفرج عليه هيرايحك قوي اللي هو هيرايح لك اعصابك وانت هتنبسط او انت هتفرج عليه. فشكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين من قناة صرشاجي. تنساش الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة